مشهد ذو دلالة قوية السيدة الأولى السابقة والسيدة الأولى الحالية على منصة واحدة لتحقيق هدف واحد وهو منع دونالد ترامب من الوصول للرئاسة قد تكون هذه الانتخابات من بين الأهم التي شهدناها حتى الآن بغض النظر عن أعمارنا إنها انتخابات ستكون نتيجتها شديدة الأهمية بالنسبة للأجيال الشابة فكل انتخابات تقرر شكل المستقبل أما السيدة الأولى الحالية فقد تؤثر على نتيجة الانتخابات القادمة إنها أهم المؤيدين لكلينتون هيلاري كلينتون لديها خبرة والتزام أكثر من أي مرشح آخر شهدناه نعم أكثر من باراك أوباما وبيل كلينتون إنها على وشك أن تصبح رئيستنا نعم رئيسة وليست رئيسا النساء والناخبون الشباب على أصوات هؤلاء تعولوا كلينتون كثيرا وتسعى ميشيل لإقناعهم أيضا إن لم تفز هيلاري في هذه الانتخابات فسيكون ذلك ذنبنا نحن إذ إن ذلك سيعني أننا قصرنا في دعمها ولم ننتخبها وهذا بالضبط ما يأمله خصمها ترامب يحاول وثني المواطنين عن التصويت كما تقول ميشيل وهيلاري كلينتون تدرك مدى تأثير هذه الكلمات فشعبية السيدة الأولى ستساعدها كثيرا قبل فترة وجزة من موعد الانتخابات من بين الأشياء الكثيرة المميزة التي رأيتها كان الرقص الرئيس مع السيدة الأولى أعلنت كيلينتون أنها معجبة بحديقة الخضار التي زرعتها ميشيل أوباما في البيت الأبيض ووعدتها بالحفاظ عليها إذا فازت بالانتخابات